لم يكن لديك طلب لك الجنسية المغربية مثل شاب خالد؟ ماذا ندير بيها؟ لا ندير بيها أولو ماذا ندير بيها جنسية المغربية اللي يعطوني فيها كل شي باطل نديرها نشرب بيها لا كريم ونشرب دهيلة ونشرب بيلوت كل شدك في اللاكو الدوم كنت لحب مع فرنسا لو مش مع فرنسا لو مش مع القزائر هبق مع فرنسا يعني دي بقيت القوملة اللي هو قالها الحقيقة انا لأول مرة هقول يعني جملة صغيرة انا محبش ان انا اتدخل في عاجة زي دي لان انا قلت قبل كده انه اكيد قرارات المغربة في اختيار من اللي يروح عندهم دي قراراتهم قراراتك طبعا انا ماليش دخل فيها ولكن طالما الشخص اللي جايدة مش مغربي فانا هنتقده لانه لو الشخص اللي كان جايدة كان مغربي انا مش هنتقده فيعني طبعا عمري ما هوقول للمغربة ده داخل ليه وده داخل يعمل ايه طالما هو مغربي ولكن ده جزائري جزائري وبيظهر كراهية كبيرة جدا للمبلكة المغربية ودي حاجة واضحة يعني في التصريحات ويقول لك انا اشجع فرنسا ولا بقى في فرنسا ضد ولكن لو مش الجزائري بفرنسا لكن المغرب لأ واحد يقوله لو تاخد الجنسية المغربية زي الشاب خالد يروض يقوله اعمل بيها ايه ده انا اشتري بيها واشتري بيها يعني اه كلام ما فيهوش حتى احترام للمملكة المغربية فيهوش احترام للمغرب وبعد كده لاقي داخل يعمل حفلة في المغرب اه انا هنا مش بقوله على نفسي لانه ممكن ناس كتير معرفه ان انا عملت اغاني للمملكة المغربية هي اه في او ساهمت في احياء حفلة في الفين وطمانتاشر في المغرب ومن بعدها ما عملتش حفلات بروح المغرب أنا بنفسي يعني مش عشان حفلة أو مش عشان مهرجان لا أنا بروح عملت أغاني في المغرب حبا في المغرب وإنتاج الشخصي ما فيش حد أنتجهالي وبكون مبسوط جدا وفخور لما بظهر في شاشات مغربية كل ده على رأسي من فوق الإعلاميين المغرب أصحابي فوق رأسي من فوق بس عندي هنا خط كده بحط خط تحت هذا الموقف في دخول هذا الشخص للمملكة المغربية وإحياء المهرجان أو لحفلة أو لأي مؤتمر أو لأي حاجة يظهر فيها في المملكة المغربية ده أصلا ما يدخلش المغرب وممكن الناس تقولك أصلا هو أطلع يعتذر ونطلع أغلط في المغرب واشتم في الناس وأغلط في المملكة المغربية وزي ما ناس كتير عملت قبل كده على فكرة ورجح بعد كده تقولك أنا بدفع عن المغرب ما علينا ولكن أنا أطلع النهاردة أغلط في المغرب وأغلط في المغربة واغلط في المملكة المغربية وفي جنسية المملكة المغربية وبعدين في الاخر اقول سورينا وباخد اللقطة والناس وكوكب للا يضحك على ان انا غلطت في المغربة والجزارين يضحكوا على ان اغلطت في المغربة والعالم كله اللي ما بيحبش المغرب او اي حد في العالم ما بيحبش المغرب يطلع يفرح انه في شخص بيقول كده على المغربة وبعدين اطلع بعد ما انا عملت الشودة كله اقول انا اسف يا مغربة سامحوني يا مغربة ما كانش قصدي فالمغربة يسمحوني وادخل المغرب عادي واعمل كمان حفلات لا انا ممكن اقولك انه ممكن لو طلع اعتذر يدخل المغرب طبعا ده قرار مغربي انا مليش فيه او مليش دخلي فيه وما اقدرش اتدخل فيه ولكن ممكن يدخل المغرب ولكن انه يحيي حفلات في المغرب اعتقد انه ده غير مقبول واعتقد انه ده خطوة مش موفقة مش بقول تاني عشان انا اللي عايز اروح اعمل حفلات في المغرب وشايف نفسي احق انا شايف نفسي احق عشان انا عارف مصدقياتي تجاه المغرب واني عملي ما خرج مني كلمة مسيئة ولكن هنقول انه انا كفنان كمطرب ما عنديش الجماهيري الكبير كيوتيوبر اه كاعلامي اه صحفي اه دي دراستي ولكن كيوتيوبر اه المغربة بيحبوني ممكن اكتر كيوتيوبر او كراجل بتكلم بشكل كوميدي ممثل كده انما كمطرب في مغربة كتير ما يعرفوش ان انا بغني اصلا او ما شافوش اغنياتي للمملكة المغربية هي موجودة على القناة عندي ولكن في مغربة كتير ما يعرفوش دي فانا اقول انه اه انا مش بقوله احط نفسي في الحتة دي لانه انا ما عنديش الجماهيري الكبيرة في المغرب كمطرب عندي الجماهيري دي كيوتيوبر فمش بقول انا اللي روح ولكن بقول انه ازاي الشخص ده بعد اللي قاله عالمغرب يروح يعمل حفلات في البغرب. يعني انا اجيب سعد اجيب بحاتم عمور اجيب اي فنان مغربي. ولو عايز اجيب فنان مش مغربي في مئة الف فنان مش مغربي ممكن اجيبه. لكن ليه اجيب ده? انا معرفش. يعني لو انا مثلا اعيز اعمل مؤتمر احط فيه فنانين مغربة وفنانين مش مغربة فاختار الفنانين المغربة دول تمام مغربة والفنانين اللي مش مغربة اختار اللي ينفع يحيي حفل في المغرب. انما اجيب شخص اخطأ في المغرب وأخطأ في الجنسية المغربية وتهكم عليها بمنتقى الوضوح وقال قبل كده مئة مرة أظهر كراهيته للمغرب وبعدنا جيبه عشان هو قال أنا آسف قال أنا آسف وسمحنا يدخل المغرب يعني دي كفاية أصلا دي أصلا نعمة هو المفروض يبقى شكر ربنا عليه إنه يدخل بلد محترم راقي الناس بتحب بعض فيها الناس بتعملوا تضيف فيها كويس الجمال اللي في المغرب اللي أنا شاهدت به كتير جدا إنما إنه يدخل يخدم في المغرب ويعمل آآ أغاني في المغرب وحفلات دي صراحة بالنسبة لي غريبة جدا أنا معرفش رأيكم إيه في الموضوع فأتمنى نوك تقولوا رأيكم ولكن دي وجهة نظري في الموضوع بكل شفافية وكل صراحة إنه هذا الشخص لا يستحق دخول المملكة المغربية لإحياء حفلة إذا حتى تمن مسامحته بس ما يحييش حفلة يعني ما بقاش عمل اللي هو عايزه وتلع قال أنا آسف وبعدين بيعمل اللي هو عايزه تاني بالنسبة لي أمر يعني ما عجبنيش صراحة أو مش حبه معرفش أنت رأيكم إيه وأنا تاني بعتذر أني بتدخل في هذا الأمر لأنه ممكن واحد مغربي يجي يقولك لا أنت بتدافع عننا آآ بتحبنا آآ لكن ما لكش دعوة بقى إحنا ندخل مين عندنا طبعا أنا ما ليش دعوة تدخلوا مين عندكم ولكن كمحب للمغرب وكراجل صادق في اللي أنا بقوله لما الفيديو ده جالي استغربت التصرف يعني ما حبيتش أنه ده يكون متواجد في المغرب ما حبيتش أنه الناس تطلع تشتم في المغرب وتشتم في المغربة وبعدين تدخل تعمل حفلات يعني ده أنا ما حبيتوش وما بتدخلش أنا بس بقول رأيي في هذا الأمر كواحد منكم من المغربة وتاني بقول إذا كان الفنان ده لو كان مغربي عمري ما هتكلم لأنه أنا مليش أنه أنا أدخل بين المغربة وبعض ولكن هذا الشخص مش مغربي ده جزائري أو ده أسباني أو ده نرويجي فأنا بشوف أنه يعني حابب أقول رأيي في هذا الأمر وصافي فأتمنى أسمع رأيكم إيه وتحياتي لكم جميعا وبشكركم جدا جدا ولنا الله في كوكب الله شمع عليكم الشعب الززايا شمو أخوتي الشعب الززايا تحيا تحيا والشيات بقى الشيات تحيا الصحراء 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 تتلبست ولا إيه يا جماعة أنا شفت عاجات غريبة دلوقت أنا كنت بأحلم أصلا لسا كنت نايم أنا ما بقيتش في إيه يا جماعة أنا لسا بأحلم ولا أنا صحي ولا إيه عشان أنا مش مش قد رفن بجد ما غير بالحقوني يعني كوكب لنا طلق لي في الحلم حصل تناقضات كتير أو في الموضوع أنا مش فهمها حضرتك يعني والشيات بقى الشيات تحيا الصحراء 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 أحسن أحسن أنا الكابوس ده بيجي لي كل شوية يا جماعة حد يصحني منهم أحسن أحسن أنا صحي أنا صحي أنا صحي ايه ده ما هل حاجات ده يا جماعة لأن الله في كوكب لالله أنا الفيديو ده مش هارغي كتير أنا سبتلكم مصرحيكم دي على بعضاك ولأن الله في كوكب لالله شكرا